كما اختتمت اعمال الدورة التدريبية حول فن التفاوض في العقود عقود التعدين واستغلال النفط بمبادرة من مشروع الصناعات الاستخراجية في افريقيا حضر الاختتام الامين العام بوزارة المعادن والجولوجيا هارون اباد من اجل وضع سياسة حقيقية وفعالة خرج المشاركون من الورشة التدريبية حول فن التفاوض في مجال التعدين واستغلال الذهب الاسود بتوصيات تطالب الحكومة بضرورة التناسق والاتصال المباشر بين الوزارات المعنية ومشاركة جمعيات المجتمع المدني في اطار توقيع العقود وابرام الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار للموارد الطبيعية سيما المعادن والبترول وتأسيس موقع الكتروني لنشر البيانات الخاصة بهذا المجال لتكون في متناول المواطنين ووضع استراتيجية وطنية لتوجيه قطاع الثروة المعدنية في المسار الصحيح بغية ان يساهم في الاقتصاد الوطني وقد اختتم الورشة الامين العام لوزارة المعدن والجيولوجيا بوكر ميشيل الذي ثمن على جهود المشاركين والخبراء واكد التزام الحكومة بأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار كما اكد ان الوزارة بالتنصيق مع الوزارات المعنية ستحدد ارضية لترجمة مخرجات هذه الورشة عمليا ترجمة نانسي قنقر